تعليقات جميلة بشكركم جدا بشكر كل أصدقائنا المتواصلين معانا على الفيسبوك مشاعر غال يا ولاء صواح الفل عليك يا ولاء أستاذ عبد الحي علي صباح السعادة عليك أستاذ أحمد محمد صواح الفل والورد والياسمين وتحياتنا لأختك ياسمين كل سنة وإنتي طيبة ياسمين عيد ميلادك عقبال ميت سنة بشكرك جدا وكمان أحمد برضو في نفس عيد ميلاد ياسمين بيحيي أخته المهندسة يا محمد أنا اللي بحييك والله يا أحمد ربنا يخليك ليهم ودايما تكون سند ونكون كلنا سند لبعض في أسرنا المشاعر المشاعر أهم حاجة في الدنيا بيصبح كمان على الأستاذ محمد نور أستاذ نوها يحيا بيصبح عليك جدا والله بشكرك وترد بقى وهدايا جميلة بشكرك جدا أستاذ أحمد طارق شريف صباح الفل على حضرتك حاضر بشكرك جدا جدا هي فعلا كانت معلومات قيمة قالتها دكتورة حنان عاطف وعلى قد ما طمنتنا على قد ما قالت لنا لازم نجري نلحق التغيير طب هل التغيير هيكون كويس ولا مش كويس هو هيكون كويس لو إحنا فاهمينه هي المشكلة أنه في التغيير وفي التطوير إحنا بنخاف من اللي إحنا نجهله وخايفين منه وقلقانين منه ومش عارفين نقرأه لكن اللي إحنا قريينه وفهمناه وعرفنا نتعامل معاه خلاص بنقدر نتصرف معاه بنقدر نستفيد به تعالوا بقى نروح لتعليقات أستاذ وليد جودة صباح الفل الرسالة بقى دي على قد ما تبدو النهاية دلوقتي رسالة غريبة لكنها في المستقبل هيحصل والله أعلم المستقبل القريب جدا يعني يمكن بعد كام حلق أن لقي نفسنا في هذا العالم بيقول إيه بقى أنا البست ندارة الميتا فيرس وبقي لي ساعة قاعد عالكورسي قصادك ده ممكن جدا لكن الديكور يعني مش عجبني شوية غيروا شوية حاضر وقو برنامج النت واضح إن إحنا صورتنا بقى إيه ده إحنا عاديم مع بعض في الميتا فيرس وهو بيقول ليه مش حطين ورد في الستوديو وما شربتونيش القهوة بتاعتي انت بخلا ولا إيه طب ما إحنا في الميتا فيرس إحنا هنعرف نجيلك على فكرة برضو وإحنا هننشرب القهوة عندك مش بس القهوة كل الصور بقى اللي كان فيها فاكر أكلات بقى وزومات على فطار وغدا وعاشة ورود وهدايا ودهب ومجوهرات كل الصور دي بقى هنشوفها على أرض الواقع كمان أستاذ أحمد بالله العظيم أنا بشكرك جدا جدا على الاهتمام والتواصل بيقول أنه يعني العالم الجديد ده أنا عايز أعرف أطور نفسي في استخدام التكنولوجيا عشان أنا كمان أكون محترف في الاستخدام الأمثل خاصة أني محتاج المجال ده في شغلي هو حرفي ميكانيكي فبيقول عايز أكون جيد في التعامل مع كل وسائل التكنولوجيا هو أهم حاجة أنك تتعلم البحث عن ما تريد وأعتقد أن حضرتك قطعت شوت مهم جدا في أنك تبحث على ما تريد ثم بقى بعد كده بتلاقي نفسك بتتطور هل أنت عايز تعمل نفسك ترويج وتسويق إلكتروني وده مجال مهم جدا ويدعمه لتصال مباشر يعني اللي يجي لك بقت الناس تهتم بحاجة اسمها الريفيو أنا جت لك عن طريق التسويق الإلكتروني يا هتكسبني وتكسب ألف جنبي يا هتخسرني وتخسر ألف جنبي لأنه دلوقتي بقت المراجعات الناس ما بقتش تشوف المنتج بس اللي بتتفرج عليه لا بقت تشوف أراء العملاء في هذا المنتج وفي هذا المنتج والمسوق والبائع فكتير جدا حتى جهاز حماية المستهلك وهو دلوقتي عامل شغل برضو جديد جدا أنه إزاي يتعامل مع حماية المستهلك في التسويق الإلكتروني وفي السلع التي تباع عن طريق التسويق الإلكتروني في إما هتكسب الناس وأكتر منهم لأنه كل شبكتهم وكل الناس اللي بتقرأ أراءهم هيبقوا عملاء محتملين عند حضرتك وكمان اللي ما بينتظمش بقى وما بيبقاش قد التسويق الإلكتروني بيخسر كتير جدا حتى على مستوى التسويق على أرض الواقع الله يوفقك أنا سعيدة جدا برغبتك الدائمة في التطور أستاذ وليد بقى بعت لنا البوستات الجميلة والذكريات الحلوة من كل فننا الرائع يعني بيقول أنا عايزكم تبدأوا من الثانية الأولى للثانية الأخيرة يعني بنحاول والله بنحاول له حاضر معاك حق بيتكلم هل فيه أهو شوف ده الموضوع اللي بتكلم فيه يا أستاذ وليد بيتكلم عن حماية المستهلك الإلكتروني طبعا موجود جدا موجود والشكاوى على فكرة أنا جربت وبتأخذ في الاعتبار بشدة يعني فيه متابعة جيدة جدا وكمان بيعزينا في وفاة خمس مزيعات في عشر أيام رحمهم الله الزميلة العزيزة منيرة يوسف رحمة الله عليها الأستاذة هدى شبانة الأستاذة مها حسني الأستاذة شيرين الدويك الأستاذة أسماء مصطفى رحمة الله عليهم جميعا بشكر حضرتك والله جدا جدا لأنه العمل الإعلامي عمل تفاعلي وإحنا بنحس إن إحنا أسرة واحدة مع مستمعنا فقد إيه بيفرق كتير جدا وكفاية الدعاء يعني الدعاء الطيب يصل يصل وبشكركم جدا إحنا متواصلين معاكم ولسه معاكم وصبحتك تفاية الدعاء